لأن لما يكون في فكرك فقط ممكن تتعالج الحكاية لكن مجرد خرج من فمك الكلام هنلملمه ازاي انت قلت كلام فيه نقب انت قاموا فيه قساوة هجيبه ازاي هجيبه ازاي من الهوى وصل للناس تجمعوا تاني ازاي عشان كده مستوى ان انا اضبط فكري مايبقاش فيه اي فكرة سلبية او ان انا افكر بطريقة الشيطان والدراع والقوة والغلبة والكلام الكتير هبقى قديس لكن لو انا افكاري متعبة لكن بقدر اضبط لساني تبقى رجل كامل زي ما قال القديس يعقوب في رسالته وطبعا احيانا واحد يسيب الفكره العنان يقول افكار شريرة كتيرة ولسانه يطرع الكلام القاسي وايده كمان يضرب ويعنف ويبقى حياته مليانة بالازية اوعوا اتفكروا ان اللي يمشي في سكة ربنا حقه مهدوم اوعوا اتفكروا ان انا لما سامح واحد شتمني ان انا دغلبت اوعوا اتفكروا ان استفانوس ساعة ما رجموه والقتل كان مغلوب اوعوا اتفكروا ان المسيح على الصليب كان ضعيف لكن احنا فهمين ايه القوة القوة ان تحتمل القوة ان انت تقابل الاساءة بالاحسان اللي هو ان يكون قلبك متسع يتسع للجميع وتستوعبه ومتريحة والحاجة اللي الناس عايزاها اخدوها انا مش عايز حاجة ربنا هيفتح كنوز السماء ويمطر عليك من خيراته امشوا في سكة المسيح تستريح هو قال كده تجدوا راحة لنفوسكم تعلموا مني لان وديع ومتواضع قلب فتجدوا راحة لنفوسكم وقال احملوا نيري عليكم ايه هو النير تنفيذ الوصية تقول تقيلة قوي طيب جرب جرب انك تسامح واحد اهانك هتلاقيه نير هين وحملة خفيف هو شطان بدينا احاق كده انت لو سمحت يبقى موضوع صعب قوي موضوع صعب قوي لسه واحدة مقابلاني وتقول لي انا مش قادرة انسى الاسية بتاعة حد ازاني انا بسمحها لكن مش قادرة انسى احمل اضحك على نفسي بكلمة مش قادرة انسى وهي قلت لي صلي لولادة وقلت لها عشان ربني يبارك ولادك سمح الست دي قلت لي انها رسود انا اسف على التعبير يعني لانها مش عارفة مش قادرة مش عايزة كأنها بتقول لي ما تربطش دي بدي انا عايز الولادة يبقى كويسي من غير ما بتاعة انا اسامح الناس هي عفويا قالت التعبير ده تلها يا سيدي يا حرام ليه كده ده المسيح ياما عملوا فيه وياما احنا عملنا فيهم سامح فخلينا قلبنا حلو يمشي في سكة المسيح مش في شكة الشتاء شكرا